موضوع درسنا اليوم هو سبب تشكل الفصول الأربعة الإختلاف في بعد الأرض عن الشمس لا يسبب تشكل الفصول الأربعة السبب في تشكلها هو ما يلمح ورد وران الأرض حول نفسها أرسموا مشهداً رأسياً للأرض والشمس هذه هي الشمس هذا هو مدار الأرض مدار الأرض ليس دائرياً تماماً بل إهليجي ولكن مع ذلك فهو قريب جداً إلى الشكل الدائري أرسموا الأرض في مواقع مختلفة وحاولوا تصور محور دورانها حول نفسها أولاً أرسموا الأرض في هذه النقطة يميل نصف الكرة الشمالي في هذا الموقع بعيداً عن الشمس ويبقى اتجاه زاوية ميل محور الأرض ثابتاً نسبة إلى بقية الكون افترضوا أن نصف الكرة الشمالي يميل مبتعداً عن الشمس هذه النقطة تمثل القطب الشمالي وإن أردتم فهم الأمر بشكل أفضل فارسموا سحماً باتجاه الأعلى وتخيلوا أنه يخرج من الشاشة هذا السهم يقطع القطب الجنوبي ويخرج من الشمالي وهذه هي بقية السهم من الجهة السفلة في القطب الجنوبي أما الآن أرسموا الأرض والشمس من منظور جانبي هذه الشمس وهذه هي الأرض أرسموا سحماً يصل بين القطب الجنوبي والقطب الشمالي هذا هو محور دوران الأرض وهي تدور حول هذا المحور تخيلوا خطاً متعامداً مع مسار الأرض المداري لكي يصبح فهم الأمر أسهل أرسموا الأرض مرة أخرى ولكن بحجم أكبر لو كان محور دوران الأرض متعامداً مع مسارها المداري حول الشمس لكانت تدور هكذا ولكن هذا غير صحيح فمحور دوران الأرض غير متعامد مع مسارها المداري بل هو مائل هذا هو محور دوران الأرض وهذه النقطة تمثل القطب الشمالي وهذه تمثل القطب الجنوبي والأرض تدور هكذا أما الزاوية بين محور دوران الأرض وبين الخط المتعامد مع مسارها المداري فهي 23.5 درجة لا تتغير قيمة هذه الزاوية في الأطر الزمنية القصيرة ولكنها على المدى البعيد قد تزيد أو تنقص قليلاً ومدى تغيرها هو ما بين 22.1 درجة و24.5 درجة ويستغرق انتقال هذه الزاوية من 22.1 درجة إلى 24.5 درجة 41 ألف سنة يؤثر التغير في زاوية محور الأرض على التغيرات المناخية طويلة الأمد مثل تشكل العصور الجليدية في القدم ولكن المدة الزمنية المطلوبة لتغير زاوية محور الأرض طويلة جداً ويمكنكم تجاهلها عند الحديث عن الفصول الأربعة أو المناخ السنوي كيف يؤثر ميل محور الأرض على الفصول الأربعة؟ زاوية ميل محور الأرض لا تتغير خلال السنة لكنها أحياناً تكون باتجاه الشمس وأحياناً أخرى بعيداً عنها حسب موقع مدار الأرض حول الشمس أرسموا الأرض في هذا المثال هنا بعد ستة أشهر يظل اتجاه ميل الأرض ثابتاً نسبة إلى الكون وفي هذه الرسمة سيكون باتجاه الأعلى إلى اليمين مثل ما هو هنا ولكن لاختلاف موقع الأرض نسبة إلى الشمس فهي تميل باتجاه الشمس هنا أرسموا الأرض في هذا المثال هنا تلاحظون أنها تميل باتجاه الشمس أرسموا الأرض من جديد واجعلوا حجمها أكبر بقليل ها هو محور دوران الأرض حول نفسها وهي تدور حوله هكذا باتجاه الشرق من أين تصل أشعة الشمس عندما تكون الأرض في هذه النقطة من مسارها المداري؟ سوف تأتي من اليسار بحسب هذه الرسمة الطرف المقابل للشمس سيكون في فترة النهار هذا الجزء الموضح هنا يكون في فترة النهار عند دوران الأرض ماذا يحدث في الأماكن المختلفة؟ يفصل خط الاستواء بين نصف الكرة الشمالي ونصفها الجنوبي ركزوا على نصف الكرة الشمالي لو كنتم هنا في الدائرة القطبية الشمالية ستلاحظون أن دوران الأرض سيكون هكذا في هذا المكان وستلاحظون أنه بدوران الأرض هكذا لن يطلع النهار في هذا المكان حيث أن القطب الشمالي بأكمله يميل بعيدا عن الشمس هذه المنطقة هي الدائرة القطبية الشمالية وفي هذه المرحلة من السنة لا يطلع فيها النهار أما الآن افترضوا أن هذه النقطة تمثل مدينة نيويورك لو كنتم هناك لوجدتم أن مدة الليل والنهار غير متساوية عند دوران الأرض ستلاحظون أن تلك النقطة تستغرق وقتا أطول في الطرف المظلم مقارنة بالطرف الذي يصله ضوء الشمس مثلوا المسار الذي تتخذه تلك النقطة بلونين مختلفين حيث يمثل اللون البرتقالي النهار واللون الأزرق الليل كما تشاهدون إن كنتم في منطقة شمالية مثل الدائرة القطبية فلن يصلكم ضوء الشمس في هذه الفترة من السنة وإن كنتم في مناطق شمالية أقرب قليلا إلى خط الاستواء ستكون مدة النهار قصيرة مقارنة بالمساء وكما يوضح هذا المسار فمدة النهار أقصر من مدة المساء في هذه المنطقة وبما أن نصف الكرة الشمالي يستقبل ضوءا أقل فهو بذلك يستقبل طاقة أو حرارة أقل وهذا هو سبب حلول الشتاء هنا أما بالنسبة لحلول الصيف ركزوا على الرسمة الثانية تمثل هذه الرسمة موقع الأرض بعد ستة أشهر من الرسمة الأولى وفيها تنبعث أشعة الشمس من اليمين هذا هو الطرف من الأرض الذي يستقبل ضوء النهار لاحظوا الآن أن الدائرة القطبية الشمالية تستقبل ضوء الشمس وأنها رغم دوران الأرض تظل دائما داخل نطاق ضوء الشمس وهكذا لا يحل المساء في الدائرة القطبية الشمالية في هذا الوقت من السنة فهي هنا تميل نحو الشمس ولاحظوا أيضا أنه لو كنتم في مدينة نيويورك مثلا ستقضون وقتا أطول في نطاق ضوء الشمس هذا لأن نصف الكرة الشمالي يميل باتجاه الشمس هنا بمعنى آخر فالنهار هنا أطول من المساء وهذا يعني زيادة في الطاقة التي يستقبلها نصف الكرة الشمالي مما يسبب زيادة في الحرارة وهكذا يحل الصيف هنا والفكرة نفسها تنطبق على نصف الكرة الجنوبي حيث يميل نصف الكرة الجنوبي باتجاه الشمس هنا حيث سيستمر النهار ولن يكون هناك مساء وسيكون النهار أطول من الليل في المناطق الجنوبية أي أن الفصل هو الصيف في الجنوب هنا وفي هذه الرسمة عندما يميل نصف الكرة الجنوبي بعيدا عن الشمس يحل فصل الشتاء بالنسبة للخريف والربيع فعندما تكون الأرض في هذه النقطة من مدارها حول الشمس يكون الفصل هو الشتاء في نصف الكرة الشمالي وعند دوران الأرض حول الشمس ووصولها إلى هذه النقطة فإن محورها لا يميل باتجاه الشمس ولا بعيدا عنها أي لا يوجد فرق بين نصف الكرة الشمالي أو الجنوبي كلا النصفين يحصل على القدر نفسه من أشعات الشمس هنا الربيع في نصف الكرة الشمالي وهنا الخريف ومرة أخرى ميل محور الأرض ليس باتجاه الشمس أو بعيدا عنها لهذا كلا نصفي الأرض سيحصل على القدر نفسه من أشعات الشمس الفرق بين طول الليل والنهار وحده لا يفسر الفرق الكبير بين الصيف والشتاء بل هناك أسباب أخرى ومن أهمها مقدار إجمال الطاقة الشمسية التي تصل إلى الأرض كمثال لو كانت هذه الأسهم تمثل كامل الطاقة الشمسية التي تصل إلى الأرض تجدون أن أكثر من نصف هذه الأشعة يصل إلى نصف الكرة الجنوبي عند حلول الشتاء في النصف الشمالي الذي يستقبل قدرا أقل من الطاقة بمعنى آخر في شتاء نصف الكرة الشمالي تكون مدة النهار قصيرة وكمية الطاقة الشمسية الواصلة إلى هناك قليلة والعكس صحيح فعندما يكون ميل الأرض باتجاه الشمس تصل كمية أكبر من أشعة الشمس وتزيد مدة النهار وفوق كل ذلك تزيد زاوية سقوط أشعة الشمس من الفرق بين الصيف والشتاء ولتفهموا ذلك افترضوا أنكم تقفون على هذه البقعة من الأرض أثناء فصل الشتاء في هذه البقعة ستجدون أن الشمس ليست رأسية مع الأرض حتى في ساعات الظهيرة وقد تبدو هكذا ولكن لو كنتم في نفس هذا المكان في فصل الصيف تجدون أن أشعة الشمس رأسية إلى حد ما مع الأرض لن تكون رأسية تماماً لأن النقطة نفسها أقرب إلى القطب الشمالي ولكنها ستكون رأسية أكثر من فصل الشتاء وهذا يعني أنها ستكون في مكان أعلى في السماء عندما تكون الشمس رأسية تكون زاوية سقوط الأشعة قريبة من الزاوية القائمة تقريباً ولهذا فسيكون تأثير الغلاف الجوي عليها أخف افترضوا أن هذه الطبقة هي الغلاف الجوي في فصل الصيف عندما تكون الشمس رأسية مع الأرض تقريباً يصبح تشتيت الغلاف الجوي لأشعة الشمس أخف حيث تعبر الأشعة هذا النطاق من الغلاف الجوي حتى تصل إلى الأرض أما في الشتاء يكون ارتفاع الشمس الظاهري أقل ولربما تكون هنا ولهذا فعلى أشعة الشمس العبور خلال نطاق أوسع من الغلاف الجوي وهكذا يتم تشتيتها بشكل أكبر كل هذه الظواهر ناتجة عن ميل محور دوران الأرض حول نفسها وهو سبب تشكل الفصول الأربعة وبهذا نصل إلى ختام الدرس ترجمة نانسي قنقر